اشتركوا في القناة اللائحة النظام الأساسي للحقيقات الأندية وبقت بعض التوابع ولكن لعل أهم التوابع الآن هو موقف النادي الأهلي واللجنة الأولمبية وإقرار اللجنة الأولمبية اللائحة الاسترشادية لائحة للنادي الأهلي وعدم اعترافها بما تحقق من اجتماعات في النادي الأهلي ولكن هذه مسألة لن نخود في تفاصيلها لأن الحقيقة دي ما نطهى الآن المواقف القانونية الأهلي بيدفع موقفه ببتدى يجمع النقاط التي تؤكد على موقفه كل لجنة الأولمبية بتقول خلاص إحنا نشرنا في الوقاعة الرسمية ولكن يبقى هو إحنا كان يعني إيه اللي مزعلنا قاوم إنه يبقى يوم ولا يومين ولا هذا الخلاف لأنه كنا خايفين من اللحظة دي لحظة نحن نبقى الوحدين اللي قاعدين بيستنيين ماذا سيحدث كنا نتمنى يعني أنه كنا بسهولة جدا على يوم واحد في مقار الأهلي بجزيرة مقار الإشعار وكان حنحشد وأنا كنت يعني متأكد الأهلي كان حيحقق الرقم القياسي بين الأندي وكنت متوقع ييجي أكتر من عشرين ألف واحد ده النادي الأهلي يا جماعة وإذا كان هناك خلاف فالخلاف اللي يخاوف دلوقتي مش خلاف الأهلي مع اللجنة الأولمبية ولكن خلاف مواقف نجحة المختارقين في تحقيق الهدف الاستراتيجي فيها بصراحة كده ده اللي كان رعبني إن احنا بعد ما نخلص من الليلة دي لا تسفر المعركة عن شيء وفي الآخر نبص نلاقينا منقسمين نبص نلاقي النادي الأهلي في مواجهة أجهزة من الدولة اللجنة الأولمبية ووزارة مش عارف أين كان حتى لو الحق معنا مية في المية أحيانا تبص تلاقي إنك أنت تتجنب هذه المواجهة وتقود الحق بطريقتك اللي طول عمرك بتخدها بيها وأتوقع النادي الأهلي هو متمسك بحقه وسيستمر الأمور وربنا ينهي على خير ولكن يا أستاذ إبراهيم لعلة الآن المخترقين يجلسون في سعادة وابتسامة خبيثة تعلو الوجوه وشماتة مكبوتة لقد تحقق الهدف الاستراتيجي الآن الأهلي في مواجهة بعض أجهزة دولة الأهلي مع الأهلي ناس في الجماعية العمومية بتخش الدافع ناس بترد عليهم ناس على الفيسبوك وهذا ما كنت أخشاه ولكن يبقى الرهان الدائم على وعي جماهير وعضاء وبالذات الجماعية العمومية بتاعة الأهلي الذي أثق أنها لن تسمح لأحد بشق الصف وستعود وحدة النادي الأهلي وسيكون أول مدافعين من توقع أنه سيكون أول مؤيدين لهذا الشق لا يمكن أن يسمح الأهلي ولا لأبناؤه ولا لمسئوليه أيا كانوا أن يحدث هذا سواء استمر الموجود أو حدث تغيير هذا ليس شأنان ولكن في كل الأحوال أنا مراهن أن الوضع بتاع المخترقين ده لن يدوم أهلا بيك يا برشمهندس وأهلا بيك أعزائي المشاهدين كل سنة وحضراتكو طيبين عدنا من العيد عدنا بعد الأجازة لتمنى إن شاء الله تعالى زي ما أسهب المهندس عدلي أن تستقر كل الأمور وأن يعود الأهلي إلى حالة استقراره وأن ينظر إلى الأمام دائما بالتأكيد نحن في مرحلة انتقالية من الناحية الرياضية وبالتأكيد أنه بيصاغ المجال التشريعي لكل الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية فنتمنى إن شاء الله تعالى أن الأمور تسير في أحسن حال هذه حلقة مهمة إذا كان هذا أو هذه الاستهلالية اللي المهندس عدلي أشار إليها في التطور الإداري لكن يبقى التطور الفني هذا الأسبوع أكثر من مهم عنوان رئيسيان في حلقة اليوم تمانية أكتوبر استطلاع هلال المنديال الدوري بأي حال عدت يا دوري شواندس هلال المنديال هنتكلم فيها كتير وبكرة كل سنة وانت طيب وكل سنة وجمهين الكرة المصرية بخير نرجع للدوري فما أننا دخلنا داخل ناشية دمات إيل وتيجي نقول الحاجة دمها خفيفة الجمهور حيحبها وعضاء النادي الأهلي حيسعدوا بيها نوع خبر حلو كده حلوة الخبر الناس كلها سمعتوا فكلامي مهلين بي أنا عدت أعفض في الإسم ده لو قلت تلات مرات حد ديلك فنلة الأهلي لكن اسمه إيه؟ كلامي مهلين بي المعلنة فكلامي مهلين بي كلامي مهلين بي وهو لعب مهم جدا لعب بيت فستو كنا شوفناه وكان تمالي هو يؤرقنا ده مهلين بي في النادي الأهلي النهاردة اللي هو عشرين والأستاذ عصام سراج تمام أنا في كان الكابتن الساد عبد الحفيز تواصل معي الصبح وده من الصعب جدا تعرف تقتنس منه لقاء يا ساعدك يا هانا بس أنا طلبت أربع مرات فرح تطلبني في الخمسة قلت له متفاهمي فكلامي ده أنا كفاكر أنه كان فيه لعيب قال لي هو اللعيب اللي كنا شالين هام واللي عطار في السريع أو ده قلت له أنت بتقيمه إزاي قال فيه مجموعة من المزال اللعب ده سريع جدا مهاري جدا صغير في السن هتسجل تحت السن يعني مش هاخد مكان في القائمة كل يعني الأسفي أنه لن يلحق بالقائمة الأفريقية يعني وإن كان بيتهالي هو لعب في تصفيات أفريقيا ما كانش هايبقاله الحق حتى حتى لو أعتقد أنه هو ما كانش حيبقاله الحق يلعب لكن هذا اللعب للمستقبل وبعدين قال لي كلمة على مسؤوليته قال لي عاتت قول لي مكارسي مكارسي جبنا لك يا عم مكارسي لا فأنا ما قال لي كده بقيت مش مستني الوقت اللطع فيه عشان ما أطمن الناس بس مش عايد بقيت فكلامي مهلمبي زي مكارسي بيقول لي فاكر الموصفات اللي انت عاد تتكلم عليه ومكارسي والصفقة اللي انت كان نفسك تيجي انت كنت يجيب مكارسي خلاص فإحنا دلوقتي كل اللي يمينا الكرة وعلى فكرة بقى لازم يحيى كل إنسان يشتغل في زي الصفقة صراحة يعني أه في ناس قعدت تقولك كان ممكن يجي أرقص يأغلى بيقصة من ناش دعو به اللي لنا دعو به إن الرجل ده جاه والرجل ده بإذن الله حيضيف وكده أصبح النادي الأهلي معاه ومع الشامي المدافع عبدالله الشامي السوري عبدالله الشامي السوري ممكن لها الوقت ما نعرفش نقيمه لكن حتى لو هو مش أعلى من اللي عندنا لكن هو بديل جيد مؤكد يعني فأنت كنت عشي الهم الحاجة دي إن عندك ثلاثة لو حد منهم جر له حاجة أنت بتبقى على المحاك النهاردة فريق الكرة جماعة بنا كويس يحسب للمسؤولين يحسب لجهاز الكرة يحسب للناس اللي بتشتغل في الانتقالات في الحاجات دي يحسب لمسؤولين النادي هذا كلام كل واحد ياخد حقه ولكن ربنا عبدي على خير بس ماتش التراجي ده عشان نقدر نتكلم بعد كده عن طموحاتنا القادمة نفسينا نشوف الناس دي كلها في بطولة العالم للاندي بكماني مهالينبي اكتاز لكشف الطب النهاردة وأعلن الأهلي رسميا تعاقدوا مع هذا اللاعب أربع مواسم ابتداء من هذا الموسم 2017-2018 شايفينه بيتميز بمهارات عالية جدا سنه صغير عشرين سنة يدوب بالزبط حضر النهاردة في النادي خاض مع فريق بيتفست الجنوب أفريقي يعني احنا عملنا تبديلة مع بيتفست الدناه مع عمر جمال وخدنا مكلان مهالينبي لعب مع بيتفست مكلان مهالينبي 32 مباراة في مختلف البطولات المحلية أو القرية سجل عشر أهداف وعمل عشر أهداف أخرى لزميله على المستوى الدولي مهالينبي لعب مباراة واحدة مع المنتخب الأول الجنوب أفريقي لأنه صغير السن بالإضافة إلى خمس مباراة بالفريق أو مع الفريق الأوليمبي ومع منتخب الشباب أبرز ما يميز مهالينبي عنده نطجه مبكر واضح قوي يعني نطجه وشخصيته في الملعب وتصرفاته أكبر من سن العشرين هو هيتسجل تحت السن لأنه عنده عشرين سنة لمساته الفنية واضحة جدا في الكرة بدأ كناشئ صغير في مدرسة التميز في جنوب أفريقيا بدأ سنة 2013 فضل في هذه المدرسة بدارس التكوين الأولى دي لغاية لما مسؤوله بيتفست شافوه ضموه للنادي في مطلع موسم 2015-2016 لعب مباراة الأولى مع بدفست في 30 أغسطس 2015 يعني من سنتين بالزبط كانت قدام آيكس كيبتاون لعب في هذه المباراة أول مباراة أول ظهور له لعب عشرين ديه من وقتها بدأت مسيرته في التقلق وبدأ ساهمه صاعد بشكل واضح جدا مسل بدفست في 32 مباراة في مختلف البطولات ندوج مهالينبي المبكر لفت الأنظار الأوروبية إليه في أكتر من نادي أوروبي تصل مع بدفست عشان ينتقل إليه كاد اللعب أن ينتقل إلى بنفيكة البرتغالي وجلط السراي التركي لكن إصابة تعرض لها في أوتر الرجبة حرامته من استكمال موسم 2015-2016 كل حاجة نصيب فضل مع بدفست بعد ما إصابة عارضة في 2015 منعته من السفر بعدها تعافة وشارك مع بدفست في مسيرة ناجحة جدا لم يتمكن أيضا من المشاركة في أولمبياد ريود جانيرو 2016 رغم التآهل جنوب أفريقيا لها بسبب الإصابة على المستوى الدولي مهلنبي زي ما قلتلكوا لعب مباراة واحدة فقط مع منتخب جنوب أفريقيا تمتع نجم الأهل الجديد بمرونة كبيرة في التوظيف التكتيكي داخل المستطيل الأخضر يقدر يلعب في كل مراكز أو كل المواقع التي تحت رأس الحرب سواء كجناح أيمن مهاجم أو جناح أيصر مهاجم أو قلب خط الوسط المهاجم أو كمهاجم رأس حربة صريح عنده مرونة تكتيكية عالية جدا وقدراته المهارية بتمكنه أنه يقدر يلعب على الطرف اليمين أو الطرف الشمال أو في النص عائزة توقف هنا سيد إبراهيم المجموعة الهجومية بتاعت الأهلي كلها وبلا سسناء تقريبا عندها هذه المرونة التكتيكية بالضبط أنت ما تشوف مؤمن أما تشوف أجيي أما تشوف معادة أزارو ومروان محسن وكان عمر جمال هما دول التلت رؤوس حربة وأحمد متعي وأحمد متعي دول رؤوس الحربة وماشاء الله أحمد ريان ده فاعد لسه خلينا نقول اللي إحنا شفناه أحمد ريان كل مشاته الودية بيعابر عن نفسه ممشوق القوام يوجد ضربات الرأس هادي جدا في التعامل مع الكورة لما في الانفردات دي اللي بتباني شخصية اللعيب انفردت على فكرة من أصعب الانتحانات للعب الكورة الناس في ذاكرها سالة يقولك انفرد ده أخطر حاجة لأنه الانفرد ما فيش فيه مفاجأة أنا وانت بقى انت بتقراني وانا بقى راك أنا وانجوه وهو عنده ميزة عني انه يستطيع ان نستخدم ايدي كما اي فهو عنده كل ده أحمد ريان فانت الوقت عندك ناس صغيرة السن أجاي صغير السن مألم بي صغير السن طبعا ريان صغير السن والحناوة بإذن الله يعبر عن نفسه في الاتحاد فوز الحناوي ها فوز الحناوي وعندك ندفد وعندك بيكهم عندك مجموعة تخليك دلوقتي تقول ايه لا القادم مستقبل كواس دي أحمد ياسر ريان الماتشات الودية هو عشان راس يشوفه معنا وتعرف هو ايه ميزاته وبيتعامل ازاي مع هذه ضربات الرأس بيطير وبيركب الكورة وبيحولها كواس انه ما خدش طول ياسر ها ما خدش طول ياسر طوله طوله طاني كان قصار بس كان فريرة كان اسرع لعب شوفت اه بص بص النج عسل وشيب يعني لعب هدفه كويس اه وعنده شخصيته صح طيب احنا الوقتي اه نادي الاهلي يعني بالتكوينة الهجومية المارينة دي وبصناع اللعب اللي عندهم مرونة اكتر عندك عبدالله سعيد عندك صالح صالح جمعة عندك احمد الشيخ اه عندك احمد الشيخ برضو في المجموعة الهجومية اه اه دمال اللي عايز يستخدمه برضو صانع لعب اه حيديك اجاييك حيستخدمه صانع لعب حيديك اذا في مجموعة كبيرة جدا تمتلك هذه المرونة التكتكية مع الشامي بقى اه في الدفاع هنتكلم عليها في وقتها برضو من الصفقات اللي تكمل الفريق عودت مروان محصل لانه الناس برضو نسيت رأس الحرب القوي اللي الحقيقة كان مدالي عب ما كانش عندك حيجيل يبقى فعلا دي صفقة انا معك صحيح مروان بيواصل تدريباته التأهلية بدأ النهاردة على ملعب مختار التيتشو منتظر انه يسافر تاني الى المانيا خلال ايام اللي اطمنان على تعفيه من الاصابة بعد الجراحة اللي اجريت ليه في الرباط الصليبي وماشي بشكل جيد واقترب كثيرا من العودة ان شاء الله تعالى للملاعب السلاسة الدولي بقى بعد ما انتهى من المباراة المهمة للمنتخب مع اوغندا عبدالله سيد فاتحي شاركوا في تدريبات الفريق النهاردة على ملعب مختار التيتش التلاتة كانوا شاركوا في المباراة الاخيرة كابتن حسام البدري منح راحة اضافية للعبين التلاتة لكن بقيت زمائلهم كانوا نضموا للمران امبارا انا مرسوط برضو في الحتة دي اه للتصاعد التدريجي في مستوى رامي ربيعة اه لان مهم جدا انت عندك سعد سمير احنا مطمئنين على مستوى رامي ربيعة كان يعود تدريجيا النهاردة اما يلعب اساسي في المنتخب مصر ويؤدي بهذا الشكل اعتقد انه في طريقه الى استعادة مستوى المطامن جدا وبنسبة الدوليين الدولي التونسي علي معلول كان رجع من المباراة اللي شارك فيها مع منتخب تونس رجع عنده كادمة خفيفة في اسوأ القدم الجهاز الفني اراحه من التمرين وبيخضع للعلاج والتأهيل ان شاء الله بكرة يكون له فيه اختبار طبي عشان يحدد امكانية مشاركته في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة السابت اللي الاهلي بيفتتح بيها الدور الممتاز ان شاء الله جونيور اجيه ايضا بيتعرض لحال الدوار خفيف في التمرين يمكن حكاية الدوار ديت تكررت اكتر من مرة عمد متعب جونيور اجيه ده هي ماشي في حوالينا ناس كتير بتشكم الدوار تم ما بيجي لكش دوار احيانا احيانا احنا دائما عندنا دوار طيب الدوار ده دوار العمد اصل ما انت الدوار ده بيقلقك ما انتش عارف سببه ايه اه يعني ممكن ما يبقاش نايم كويس ممكن يبقى فقرات ممكن يبقى اي سبب عارض اه نرجو ان تكون حاجات بسيطة لان اجيه اصبح من اللعبة المهمة جدا في فريق الله في اطار الجهود الخيرية بقى للنادي الاهلي واسهاماته المجتمعية الكابتن حسام البدري بيوجد شكر لمسؤولي مستشفى 57 ثلاثة سبعة وخمسين بعد الزيارة اللي قام بيها كابتن حسام شدد انه لمس في هذه الزيارة لهذا المستشفى الشغل الكبير اللي معمول من ادارة المستشفى من اجل علاج الاطفال المرضى واشار المدير الفني للاهل وبقيت افراد الجهاز الفني انه عليهم دور كبير تجاه هؤلاء الاطفال في هذا المستشفى الكبير واكد كابتن حسام البدري انه عنده حماس اكبر كمان للمساهمة الفعالة في المرحلة اللي جاية والحقيقة جماعة ده دور مفتقد شوية دور الاسهام الخيري والمجتمعي من قبل الاسرة الرياضية خاصة النجوم وخاصة نجوم كرة القدم وكبار النجوم في كل الالعاب اسهاماتهم المجتمعية في مجتمع يحتاج كل العون اعتقد مزالة هذه الجهود قليلة شوية اتمنى تفعيلها بشكل او باخر اتمنى انه يبقى لنا دور اكبر يا مش مهندس ده انا كنت لسا عادة اكلمك اه ارجو النادي اللي قال لي حط في اجندته مستشفى الكابت في اسيوت اه محدش يعرف حاجة عن المستشفى دي صحية وهي تبنت بجهود ذاتية وتبرعات بعض الناس المحترمين جدا اه يمكن الراجحي هو المساهم الاكبر فيها صحية السعودي لكن محتاج امكانات كتير وهي بتعالج مجانا ايضا والكابت مالوش يعني يمكن او المستشفى اه حطوعنا بهذا الامر في الصعيد كمان يمكن انا ما سمعتش عن مستشفىات كابت قبل كده في مصر يعني الكلة لكن في المنوفية اعتقد في الكلة في المنصورة دي المنصورة لكن انا اتمنى الاهل يحتضن مستشفى الكابت وفي المنصورة في اسيوت واتمنى ايضا انه يحتضن مستشفى اابو الريش الاطفال ده 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 حاجة دي دي اكتر اكتر مستشفى محتاج دعم لان دي في الطريق وانت ماشي بتشوف الناس اللي قاعدة على الرصيف مستنية دورها وبتشوف مناظر ناس جاية من بلاد بعيدة وما فيش امكانات انه هم يكشفوا عليهم او يبيتوهم او يصطدفوهم طب ايه اللي ممكن اي نادي عشان نقدر حتى نفتح الطريق لنجوم الكرة يقدر يعمل ايه يعمل كده غير مجرد الزيارة لا مش الزيارة اه انت هو الزيارة دي منوع من القاء الضوء وانت دلوقتي اللقطة دي بتعمل ايه بتخلي الناس تتذكر دي مستشفى جب انت تتبرع لها ايوه وكمان تقدر تعمل ماتشاط لصالح هذه المستشفيات ايوه كما تقدر تعمل حملة من عند عضاءك لصالح مستشفى من المستشفيات دي بزبط فرقك الرياضية وعجبني النادي الاهلي السنة الفترة ما بعت مجموعة من الاطفال اه لان دي بتنمي روح التكافل المجتمعي عند الرياضيين وعند بلاد النادي الاهلي ايوه هو ده الدور الذي يليق بالنادي الاهلي وانا بحيي القائمين على هذا الامر فانا ارجو ان ده دوري يتسع المستشفى دي هنلاقي كتير والله والله العظيم نستطيع ان احنا نؤمن التأمين الصحي من العمل الاهلي ايضا من الاخبار المهمة كابتن ساد عب حفيز مدير الكورة بيقول لك زيارة المستشفى واجب وطني وشدد على اهمية تضافر كل الجهود في خدمة هذه الاعمال الخيرية لكن يعني انت بتكلمه خمس مرات عشان نرد عليك المرة السادسة ولا كلمت اربعة رد عليك الخمسة لا انا مش بعيد اصلا لو حعدله بقى ولكن لقيته النهاردة بطلبني قلت له ايه الجمال ده ده انت عندك دليه بس ثلاث اياه بقى نحك بقى بتاع قلت له انا بس عايز اسألك وتطمن على الموضوع طب هو طمنك ما يطمن الناس يعني هو جاه معاك يا سلام على الكوس يا عم هاي يا كابتن سيد لك ناس ناس يا عم ابراهيم اطلبك ترد على طول اهو مال انت فاكر ايه كل زنهم طيبة كابتن سيد وانت طيب الله بزنهم طيب وبنسبة العيد وبنسبة الدورة كمان اه الحمد لله الحمد لله طبع انا فتنت على اللي قلتولي الصبح يا كابتن سيد نعم انا فتنت على اللي انت قلتولي الصبح بتاع اه اه مهلمبي مش مهلمبي صح ولا ايه ايه مهلمبي مهلمبي